موسيقى أهلا بكم مشاهدين على هذه الحلقة من ساعة حرة وفيها نواكبة تطورات في ملف الغوطة الشرقية وطبعا أيضا ملف أفريم ملف السوري بشكل عام في ظل جلسة لمجلس الأمن اليوم لوحت فيها واشنطن بتدخل عسكري في حال استمرار تقاعص المجتمع الدولي وفق تعبير المندوبة الأمريكية نيكي هيلي أيضا الملف السوري من جانب استخدام استلاح الكيميائي طبعا الكثير من التكاهنات في واشنطن حيال احتمال أي ضربة عسكرية قريبة أمريكية ردا على ذلك في حال تم تأكيد هذا الأمر سنكون طبعا بعد قليل على اطلاع على ما جرى ويجري الآن في مجلس الأمن وطبعا على تطورات في الغوطة الشرقية ولكن بداية أذهب إلى اسطنبول وأرحب من هناك بالسيد ياسر الفرحان العضو الهيئة السياسية في الإتلاف الوطني السوري المعارض أهلا بك إلى ساعة حرة قبل أن نطلع على هذه التفاصيل أريد منك سيد الفرحان أن تطلعنا على آخر المعطيات المتوافرة لديكم من الغوطة الشرقية في شأن مسألة النزوح ومسألة تقسيم الغوطة إلى مناطق عدة هل فعلا ثمت مفاوضات والطرف الرسيد يدخل فيها في سبيل تعامل مع كل منطقة على حدى مع الأسف جريمة مستمرة ومتكررة ومنهجة ومتصاعدة في وطيرة استخدام العنف ضد الأهالي المدنيين الأطفال والنساء وشيوخ في الغوطة الشرقية مع الأسف تكرار استخدام الكلورين السام والسارين في مسرابة وحمورية وأكثر من مئة شخص أطفال ونساء قضوا بسبب حالات اختناق كان واضحا استخدام السلاح الكيميائي فيها والمقاتلون في الجيش الحر في الغوطة صامدون يعني يستطيعون أن يدافعوا عن هذه المنطقة لكن النظام وحلفاء الروس والإيرانيون ينتقمون من المدنيين من الأهالي ويستهدفون البنى التحتية 22 مشفى دمرت خلال الفترة الماضية بسبب القصف الروسي ويعني محاولة لفرض حالة من التغيير الديموغرافي محاولة لفرض حالة من اقتلاع الناس من جذورهم في هذه الأرض من أجل تسهيل أو تنفيذ مشروع التغيير الديموغرافي لمصلحة إيران نظام ولاية الفقه يعتمد سياسة إما إبادة أهالي هذه المنطقة أو ترحيلهم وتهجيرهم قصرا منها لإحلال مجموعات أخرى محلهم أو فرض الاستسلام والخضوع والخنوع عليهم ليعيشوا كعبيد تحت نظام الأسد تحت سلطته وتحت الاحتلال الإيراني والروسي ما معلومات متوفرة الآن عن اتصالات تجرى في هذا الشأن سيد الفرحان عن مفاوضات مع القوات الروسية لخروج مقاتلين هناك فصائل تتهم روسيا بفبركة مثل هذه الأخبار وفصائل أيضا تحدثت عن أنها ربما قابلت خروج مقاتلين إلى مناطق أخرى هل لديكم في الاتلاف صورة واضحة عما يجري وهل تتدخلون عمليا أيضا في القرار السياسي في هذا الجانب هناك طبعا جزء عملي متعلق بالتحرك الميداني وقرار الفصائل ذاتها وهناك أيضا ربما التكلفة السياسية إذا ما تم ذلك الاتلاف شكل خلية أزمة لأجل الغوطة فيها قيادات من الفصائل الثلاث الأساسية المتواجدة في الغوطة جيش الإسلام وفيلق الرحمن وأحرار الشام وفيها أيضا ممثل المجالس المحلية المنتخبة في دمشق وفيها أيضا ممثل الحكومة السورية المؤقتة هناك رئيس الحكومة السورية المؤقتة دكتور أحمد طعمة من الغوطة يعني التواصلات مستمرة ومتكررة والاتلاف بصدد عرض مبادرة مع خليط الأزمة هذه لأجل إنقاذ الغوطة مع الأسف يعني التواصلات هدفها حماية المدنيين والروس يستهدفون بشكل أساسي المدنيون ومطالبة فرض حالة من المصالحة تحت الإذعان تحت القهر تحت التجويع تحت الحصار تحت استخدام الكيميائي ومن أجل فرض تهجير أبناء هذه المنطقة حينما يقول الروس بأنهم يريدون أن يغادر المدنيون المنطقة وعائلاتهم ما نحن نعلم بأن المدنيون هم أبناء الغوطة إلى أين يذهبون إلى خطر جديد يلاحقهم أبدأت الفصائل بشكل واضح وصريح بأن مقاتلوا جبهة النصرة وعددهم محدود لا يتجاوز الـ 280 شخص بأنهم يعني يساهمون أو يبدون تعاونا في ترحيلهم من هذه المنطقة مع الأسف المجتمع الدولي وبالذات روسيا لا تسهل مغادرتهم لهذه المنطقة وتستهدف البناء التحتية وتقتل أكثر من 1500 شخص مدني ولا تصيب ما تقول بأنهم مقاتلون جبهة النصرة مع الأسف يعني هي حجة هي ذريعة من أجل الانتقام من أبناء المنطقة من أجل الانتقام من الحاضنة ومن أجل فرض حالة من التهجير القسري في جزء من الناس وجزء آخر المصالحة أو الإبادة نعم سيد ياسر الفرحان عضو الهيئة السياسية لإتلاف الصور المعارض ابقوا معنا لو سمحت أعرف أيضا بضيوفنا في هذه الحلقة باتوا جاهزين معنا الآن أيضا من موسكو المحللة دبلوماسية وسياسية روسية إلينا سوبونينا أهلا بك ومن واشنطن كبير الباحثين في مركز تقدم الأمريكي مستشار نائب رئيس الأمريكي السابق دانيال بنييم أهلا بك أيضا وقبل أن أذهب إليكم أذهب بشرة الآن إلى الأمم المتحدة وهناك مراسل حرة نبيل أبي صعب ليطلعنا على أبرز مدارة في جلسة مجلس الأمن اليوم إذن نبيل مشروع قرار أمريكي جديد وأيضا تلويح أمريكي بالتحرك نعم حسين تحية لك والضيوف هذا ما طرحته السفيرة الأمريكية نيكي هيلي في جلسة مجلس الأمن اليوم هي قدمت مشروع قرار ينص تحديدا على وقف للأعمال القتالية في الغوطة الشرقية ودمشق مدينة دمشق يبدأ تنفيذه فورا لمدة ثلاثين يوما على أن يسهل أطراف النزاع بشكل فوري أيضا بعد تبني القرار وصول المساعدات الإنسانية والإخلاء الطبي للحالات الحرجة وبالتالي هذا المشروع يتناول حصرا منطقة الغوطة ودمشق وحاولت من خلاله هيلي تجاوز كل اللغة الضبابية التي كانت روسيا أقحمتها في القرار 2401 التي تناولت جوانب عدة مثلا عدم تحديد موعد لبدء وقف الأعمال القتالية أو مثلا الإشارة إلى الاستمرار في محاربة المجموعات الإرهابية إذن هيلي لم تدخل كل هذه العناصر في مشروع القرار وهو يحمل صفة ملزمة وبالتالي هذا القرار جاء أيضا مرفقا بالتهديد بالتحرك العسكري هذا التهديد قالت هيلي أن الولايات المتحدة مستعدة للخيار العسكري مجددا مذكرة بقصف مطار أشعيرات بعد الهجوم على خان شيخون بالسلاح الكيميائي وهذا يعني أن الولايات المتحدة مصممة إما على إصدار قرار بهذا الشأن في مجلس الأمن أو على التحرك من خارج إطار مجلس الأمن وبالتالي تركت هيلي الباب مفتوحا للولايات المتحدة بالتصرف في حال عدم التمكن من إصدار قرار عن مجلس الأمن هذا يدل على عمق الفجوة بين الموقفين الروسي والأمريكي في شأن الغوطة الشرقية تحديدا وكان ذلك أيضا واضحا في كلمة السفير الروسي فاسيلي نبنزيا الذي لم يعر اهتماما للتصريح الأمريكي الذي أيضا كانت أيدته الدول الغربية وكذلك حمل المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية مسؤولية خارق القرار 2401 وأيضا قال إن هذه المجموعات تواصل استهداف دمشق وأيضا تمنع المدنيين من مغادرة الغوطة الشرقية وتقصف نقاط العبور التي حددتها السلطات السورية وروسيا لخروج المدنيين إذن الانقسام عميق ولم يتم تحديد موعد حتى الآن للتشاور حول مشروع القرار الأمريكي ولكن المقدمات لا توحي بالتفاؤل خصوصا أن جلسة المشاورات المغلقة التي كانت مقررة بعد جلسة مجلس الأمن تم إلغاؤها ولم يتم عقد جلسة مشاورات مغلقة وهذا يدل أيضا على التصلب في المواقف من كلا الجانبين الخطوة المقبلة الآن غير واضحة إلى أين سيسير مجلس الأمن لمحاولة أو متابعة تطبيق قراره الذي صدر قبل أسبوعين ألفين وأربعمائة وواحد علما أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قدم صورة قاتمة جدا أمام مجلس الأمن عن مدى تقيد الأطراف بهذا القرار قال إن أي بند من بنود القرار لم ينفذ حتى الآن إن لجهة وقف الأعمال القتالية أو لجهة تسهيل دخول المساعدات أو الأخلاء الطبي وتجنيب المدنيين القصف والأعمال العسكرية إذن الصورة هنا لا توحي بالتفاؤل حول المرحلة المقبلة نبيل أبي صعب مراسل الحرة في الأمم المتحدة شكرا جزيلا لك ومن الأمم المتحدة إلى الغوطة الشرقية ومن هناك رحب الصحفية السورية أسامة نصار أسامة أهلا بك في هذه المداخلة تقارير اليوم عن موجة نزوح كثيرة في اتجاهها دومة تحديدا مع تقدم القوات السورية وحلفائها هل لك أن تضعنا في الأجواء المتعلقة بالحالة الإنسانية أولا؟ السلام عليكم نعم الحقيقة يعني قصف المستمر ما نقطع من أكثر من 20 يوم على كل بلدات الغوطة الشرقية سبب تخبط للأهالي وخصوصا مع تقدم قوات النظام وتخوف الناس من الأسوأ من مجازر ربما ترتكبها القوات المتقدمة بريا فعام يسبب هذا حالة تخبط بين الناس عم تحاول الناس تهرب من القصف ومن تسبق تقدم الجيش النظام للبلدات التي تعتقد أنها أكثر أمانا أو أكثر بعدا عن اجتياح قوات النظام الواقع الإنساني جدا سيء ما زالت يعني القصف مستمر الجرحة بالعشرات استخدام الأسلحة المحرمة وغير المحرمة مستمر على طول الخط اليوم في عربين هناك ضربات بالنابالم الحارق وأيضا في سقبة هناك غارات وضربات في النابالم قبل كان في عدة مناطق هناك ضربات في النابالم الآن الغوطة ثلاث مناطق مقسومة بين دومة في الشمال وسقبة وقطاع الأوسط ليحوي سقوة حموريا وكفر بطنة وباقي البردات وأيضا حرستة في الخاصرة على الطرف الواقع في حرستة وربما هو الأسوأ لأنها عزلت تماما أصبحت جزيرة محاطة من كل الأطراف بقوات النظام وهي أيضا محاصرة وحتى وسائل الاتصال فيها قليلة جدا يعني لا نستطيع أن نعرف ما يجري في حرستة النظام على بعد أمتار أصبح من الأقبئة الموجودة فيها الناس وفي تخوف كبير وحالات هلع بين الأهالي الموجودين داخل الأقبئين ما طبيعة تعامل الأهالي هناك ومن طبعا تمكنت من الاستماع إليهم في شأن المنفاوضات لتعامل مع كل منطقة ومناطق الغوطة التي باتت مقسمة على حدة أي اتصالات لخروج مقاتلين مع عائلاتهم هل هناك قبول لذلك أم رفض؟ تماما يعني هو النظام أو يعني ربما الأعلام عم يسميها مفاوضات هذه الحالة من الابتزاز أنه القصف مستمر والتهديد بارتكاب المجازر الأسوأ وأيضا يقال أنه إن الله إحنا بننامي مفاوضات مفاوضات على شو؟ على أنه نحن نظل عايشين فقط ما نذبحكم مقابل أن تعطونا كل شيء تصور يا سيدي اليوم في حموريا وفي بلد تانية لجنة المفاوضات التي ذهبت إلى دمشق عادة مع هذا كان مطالب النظام يقف القصف من سبعة الصبح للخمسة المساء مقابل أن في هذا الوقت تطلع مسيرات مؤيدة ترفع صور بشار أسد وعلم الأحمر لكي نبدأ في التفاوض والكلام عن باقي الأشياء التي تتكلم عن خروج مسلحين وتسليم الأسلحة وكذا هذا ما يريده النظام يريد أن يبتز الناس بالتخويف على أولادها وعلى ارتكاب ما هو أسوأ وعلى الوحشية ثم يطرح التسوية وهي العودة الكاملة والولاء المطلق ورفع الخضوع التام والروس من خلفه لا يريدون أن يعترفوا أن هناك شعب سوري عنده رأي عنده موقف مع أو ضد أو أي شيء هو فقط يعترف بالقوة ويوصل الرسالة أيضا بصراحة حتى للفصائل الموجودة سواء في الغطاء أو في مناطق تانية أن هذا العالم ومن خلفه أيضا وما دائما نرى مجلس الأمن والمجتمع الدولي يحترم القوي لأنه قوي بغض النظر عن أنه هناك أحقية فيما يطرح أو عدالة أو حتى إنسانية أن الأطفال ليس لهم علاقة بما يحدث هناك أكثر من 1400 شهيد ضحية في فقط من 18 شهر لغاية اليوم فيهم 41 مقاتل فقط فقط 41 حامل للسلاح والباقي كلهم من الأطفال والنساء في أكثر من 200 طفل قتلوا في الأسبوع في 20 يوم الأخير الصحفي السوري أسامة نصار من الغوطة الشرقية شكرا جزيلا لك بعد الفاصل نكون مع ضيوفنا من موسكو إلينا سوبونينا من واشنطن دانيال بنييم ومن إسطنبول ياسر الفرحان ونبدأ ونناقش الأبعاد السياسية طبعا لكل هذه التطورات ترجمة نانسي قنقر تتابع مشاهدين هذه الحلقة من ساعة حرة إلينا سوبونينا في موسكو أهلا بكي منشددا إلى ساعة حرة موسكو متهمة بعرقلة أي تطبيق لوقف النار بعرقلة القرار السابق من مجلس الأمن ومن المتوقع أنها تعرق المشروع القرار الأمريكي الجديد المطروح الآن ما المشروع الروسي أو التصور الروسي الآن لتهدئة على الأقل في سوريا ووقف العنف روسيا في الوقت الأخير دائما كانت تطرح مبادرات ملموسة من أجل التهدئة في سوريا ولكن المشكلة برأيي أن الدول الأخرى لم تستجب لمثل هذه الدعوات الروسية وأنا أتفق مع القول أن الخلاف في مجلس الأمن هو ما زال موجود والفجوة هي كبيرة جدا وأنا لا أعتقد أنه من السهل سيكون حل هذه المشاكل والمسائل ما بين دول مختلفة فنحن لسنا في مأزق لحتى الآن ولكن قاربين من هذا الوضع لأنه بالفعل كل واحد يحترم القوى ولا يوجد توافق بسبب الصراعات على النفوذ في الشرق الأوسط وفي سوريا قبل كل شيء فهذا الصراع ما بين روسيا وأمريكا بالتحديد سيستمر وبالنسبة لغوطة الشرقية فروسيا نعم أيدت قرار سابق حول الوضع في سوريا بشكل عام وغوطة الشرقية بشكل خاص ولكن بنود هذا القرار كما تعلمون ممكن أن تفسر بشكل مزدوج لأن هناك مشوقة أمريكية تقول السفيرة الأمريكية أنه لا يسمح بأن يفسر بهذه الطرق هل ستجاوب معه روسيا؟ أبدا روسيا قالت أنها حتى وفقا لهذا القرار عملية مكاحة الإرهاب ممكن أن تستمر حتى في غوطة الشرقية أو في مناطق أخرى روسيا قطعا لا تستهدف المدنيين ولكن يبدو أن روسيا ليست لديها الشك أن تستعاد هذه الأراضي إلى تحت سيطرة حكومة سوريا دكتور دون دانيال بنيم أهلا بك مجددا كبير الباحثين في مركز تقدم الأمريكي دعنا نستمع معك لو سمحت إلى هذا المقتطف من تصريحات من كلمة السفيرة الأمريكية في الأول المتحدة اليوم ثم نناقش تبقى الولايات المتحدة مستعدة للتحرك إذا تعين الأمر إنه ليس مسار نفضله ولكنه مسار أوضحنا استعدادنا لاتخاذه وسنتخذه مرة أخرى دكتور بنيم إذن هل من المتوقع فعلا أن تتحرك واشنطن عسكريا خارج سياق مجلس الأمن في حال استمر ما وصفته السفيرة بتقاعص المجتمع الدولي سؤال جيد جدا فجأتني تعليقات السفيرة هيلي بأنها تظهر تهديدا عسكريا من قبل إدارة الرئيس ترامب ولكن ما الذي نعرفه وما الذي لم تحدده إن كان الناس في الغوطة الشرقية يجدروا أن يتوقعوا دعما أمريكيا لو استمر تقدم النظام وروسيا في المنطقة هناك أصوات هذا ما نعرف في إدارة الرئيس ترامب تريد أن نتحرك وهم يرون ما نرى من مجازر على جهاز التلفاز وبالتالي يريدون أن يتصرفوا ولكن هناك أيضا معارضة من قبل الجيش الأمريكي والبعض الآخر في الإدارة الأمريكية وبالتالي لست متأكدا ما الذي يجب أن نستنتجه مما قالته السفيرة هيلي وإن كانت استبقت السياسة الحقيقية للولايات المتحدة الأمريكية ما نراه حتى الآن هو أن روسيا لا تريد أن تقدم أي نوع من التنازل المسؤول خلافا لما تقول ضيفتكم بل يريدون نوعا من الفوضى واليعاني الدعفة لأنهم يريدون التقدم أيا كانت المآسي التي يعاني منها المدنيون وهذا يتماشى مع ما فعلوه قبل في حلب وأماكن أخرى وبالتالي هناك عدائية مستمرة ضد المدنيين وذلك لتحقيق أهداف عسكرية على الأرض دكتور بن نييم ذكرت أنه من غير الممكن الاستنتاج بالنسبة إليك ما الذي يمكن أن نفهمه من كلام السفيرة نيكي هايلي لكن بعض إذا فسرنا الموضوع حرفيا تقول أنه إذا استمر تقاعص المجلس الأمن أو المجتمع الدولي أو عدم القدرة على فرض قرارات وقف النار وتطبيقها فإن الدول تضطر إلى التحرك هذا النظار بتحرك عسكري هل في تقديرك يمكن أن يكون كلامها هذا ملزما للإدارة الأمريكية أن تساءل عليه في مرحلة لاحقة في حال فشل تطبيق أي قرار جديد لوقف النار أو القرار الموجود حاليا وبالتالي ستسأل واشنطن ما هو التحرك الذي تنوين القيام به قد يكون ملزما نعم ولكن استمعنا إلى آراء مختلفة من مصادر مختلفة وهذا ما نراه عادة في سياسات رئيس ترامب أشخاص مختلفون في الإدارة يقولون أمور مختلفة ولا نعرف ما يعنيه كل من من يتكلم السفيرة هيلي أعتقد كانت تشير إلى عدم قدرة المجتمع الدولي والتقاعص الذي يتأتى عن الموقف الروسي والسوري وبالتالي ليس من الممكن التوصل إلى هدنة إنسانية لمساعدة المدنيين الذين يعانون من مآس على الأرض والتوفير المساعدة لهم أما إن كان ذلك سيؤدي إلى عملية عسكرية أنا أشكك بذلك شخصيا سيد ياسر الفرحام في اسطنبول عضو اللهية السياسية لالتلاف السوري المعارض هل لديكم أي معطيات مؤشرات إلى أن السياسة الأمريكية تتغير فعلا وتتجه نحو عمل عسكري ضد النظام السوري اجتمعنا نحن في مجلس حقوق الأنسان بمسؤولين من الإدارة الأمريكية وقلنا لهم بأنكم تقولون بأن النظام استخدم بكلورين في الغوط لكنكم لا تفعلون شيئا لمنع النظام من تكرار هذا الاستخدام ولا تفعلون شيئا لأجل معاقبة النظام على هذا الاستخدام سيما وأن قرار مجلس الأمن 2018 يقضي بحالة حالات عدب الامتثال لاتخاذ إجراءات تحت الفصل السابع نعم سيد فرحام في موضوع الكيميائي وزيد الدفاع الأمريكي لا يزال يتحدث عن انتظار توافر أدلة قاطعة هذا ما تطرحه الإدارة الأمريكية هنا قبل الشروع في الرد بموجب الخط الأحمر أو مفهوم الخط الأحمر الذي عاد ولواح به اليوم حتى الرئيس الفرنسي أيضا إذا ثبت استخدام النظام السلاح الكيميائي هل في تقديرك هناك مؤشرات إلى توفير أدلة كافية لواشنطن وباريس في سبيل الرد؟ الأدلة توفرت بالفعل حينما أثبتت اللجنة الدولية للتحقيق واللجنة المشتركة للتحقيق ومنظمة حضر استخدام السلاح الكيميائي بأن النظام استخدم الكيميائي في خان شيخون ويكفي أن يستخدمه مرة واحدة من أجل أن تعرف الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بأن النظام لم يسلم كامل السلاح الكيميائي أو أنه فعلا استخدم كميات جديدة من الكيميائي استخدام مرة واحدة يكفي لاتخاذ إجراءات تحت الفصل السابع من أجل وعاقبة النظام ثم أنه الرئيس ترامب في فترة سابقة ضرب مطار الشعيرات عقابا للنظام كما قيل كونه استخدم الكيميائي وبالتالي فهذا يعني أن الإدارة الأمريكية لديها معلومات أكيدة وإلى لما كانت نفذت هذه الضربة في مطار الشعيرات لكن هذه الضربة كانت محدودة ولم تكن كافيا لمنع النظام من تكرار استخدام هذا السلاح ومن الاستمرار أيضا باستخدام أسلحة أخرى محرمة دوليا ضد المدنيين حينما أرادت الإدارة الأمريكية أن تضرب قوات للنظام وتضرب قوات مرتزقة روس عبرت نهر الفرات من غرب إلى شرقه من أجل حماية حلفائها ميليشيات بي واي دي فعلت ذلك خارج مجلس الأمن لم تنتظر الإدارة الأمريكية آنذاك أن تحصل على قرار من مجلس الأمن ونفذت ضربة أحادية الجانب وبالتالي أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية مطالبة بتنفيذ إجراءات أحادية أو مطالبة بفرض احترام القرارات الدولية على روسيا تستطيع أمريكا أن تفعل ذلك لكنها يبدو لا تريد هناك توافقات ضمنية على عدم اتخاذ إجراءات حقيقية ملموسة وبالتالي من يدفع الثمن هو الشعب السوري يعني نجد تماما بأنه لو أرادت الأطراف الدائمة العضوية في مجلس الأمن أن تحيد روسيا عن استخدام الفيتو لقدمت مشاريع القرارات بمواجهة روسيا باعتبارها طرفا بالنزاع وبالتالي أعمال ميثاق الأمم المتحدة بنص المادة 27 وبالتالي هذه تتيح منع روسيا من استخدام الفيتو وهذا ما طلبه الائتلاف في مذكرة واضحة وصريحة للدول الأعضاء في مجلس الأمن مثل ما تستطيع الدول في الأمم المتحدة أن تنشئ تحالفا أيضا لحماية الأمن والسلم الدوليين خارج مجلس الأمن نتابع سيد الفرحام معكم مع سائر الضيوف بعد هذا الفاصل الثاني في هذه الحلقة من ساحرة نعود إليكم مشاهدينا بعد قليل والمزيد في شأن الملف السوري احتمالات الضربة العسكرية الأمريكية كيف تتعامل روسيا مع ذلك عقب هذه التحذيرات من السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة تابعونا بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة تابع مشاهدينا هذه الحلقة من ساعة حرة إلينا سوبونينا في موسكو كيف ستتعامل موسكو في تقديرك مع احتمال توجيه واشنطن ضربة عسكرية لمصالح النظام السوري بناء على هذه التحذيرات من السفيرة في الأمم المتحدة احتمال توجيه هذه الضربات كبير ليس بالضروري الآن ولكن في المستقبل القريب أيضا أمريكا وجهت ضرباتها على سوريا في السن الماضي في أبريل وهذه كانت وقتها مفاجأة بالنسبة لروسيا الآن روسيا مستعدة لهذا الشيء ولكن هل تستطيع روسيا أن ترد تقنيا فنيا روسيا تستطيع ولكنني أرى مخاطرة كبيرة في هذا الشيء والمخاطرة من خطوات أمريكا هذه أيضا لأنها تضع البلدين من جديد على هوة المواجهة المباشرة حتى في سوريا عدة مرات هذا الخطر قد ازداد هناك الآن نحن من جديد قريبين من هذا الشيء توقعين ضربات محدودة مثلا كالعادة أم من المحتمل أن المرحلة الآن تدخل في سياسة أمريكية جديدة تريد أن تحدث فرقا بمعنى عدم الاكتصار على ضربة توجع النظام لفترة محدودة ثم وكأن شيئا لم يحصل بعض يتحدث أو يطالب الوعظ في واشنطن بمثل هذه الضربات التي تحدث فرقا في مسار الأمور في سوريا لا أعتقد بأن أمريكا الآن ممكن أن توجه ضربات موجعة كثيرا لحكومة سوريا لأنه لحت الآن لا توجد لدى أمريكا السيناريو محدد ماذا بعد فإذا كنا نتكلم عن توجيه ضربات فضربات محدودة مثل ما كان في السنة الماضية فهذا يمكن لن يغير كثيرا من وزين القوى في سوريا أمريكا الآن منشغلة بأمور تانية هناك كوريا الشمالية هناك أمور متعلقة بإسرائيل وفلسطين برأي عدم الاستعداد الأمريكي لتوجيه ضربات مؤلمة هو واضح ولكن خطر دائما موجود وبالإضافة إلى خطر التسعيد الجديد في سوريا هناك خطر المواجهة ما بين دول مؤثرة بما في مواجهة ما بين واشنغتون وموسكو فأحسن سيناريو الآن هو التوافق في مجلس الأمن دكتور بن عيم مثل هذا الخطر قائم برأيك مواجهة أمريكية روسية على الأرض السورية دائما عندما لدينا قوات تتواجه على الأرض في أماكن ضيقة هناك مخاطر ولكن فيما يتعلق بأمريكا وروسيا أعتقد أن المخاطر منخفضة للغاية أما إن استمر الأسد في استعمال السلاح الكيمائي فقد يكون هناك ردة فعل أمريكية لا أعتقد أن أمريكا ستتحرك فقط إن كان هناك مجازر في الغوطة الشرقية ولكن الاحتمال يختلف مع استعمال السلاح الكيمائي ولا أعتقد أن روسيا عندها ستتحرك في غرب سوريا هناك أيضا مرتزقة واجهوا القوات الأمريكية والقوات السورية المدعومة أمريكيا مما أدى إلى ردة فعل أمريكية قوية مما ذكر الجميع أن هناك اختبار من كل فريق لفريقه الآخر وهذا يعني أن إمكانية الإنزلاق إلى مواجهة هو احتمال حقيقي ولابد من التواصل لتجنب ذلك في تقديرك الأمور حاليا كما تراها متجهة إلى تعاون أمريكي روسي لأن الأمور تزاد سوءا أم متجهة برأيك إلى احتمال هذا التصعيد يعني ذكرت طبعا ظروف التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك لكن كما ترى الأمور مسار الأمور الآن ما يجري في الغوطة ما يجري فيه عفرين أيضا له علاقة وإن كان من الجانب التركي هل يشير إلى أن العلاقات الأمريكية الروسية على الأرض السورية تتجه إلى الأسوأ أم يمكن ضبط الأمور في مرحلة معاينة لا أعتقد أن العلاقات الروسية والأمريكية ستحسن في سوريا أعتقد أن روسيا تخذت قرارها بمعنى أن الأسد سيسمح له بأن يفوز عسكريا في الجنوب وفي درعة وربما في بعض المناطق القريبة من إدلب ومن دون شك في الغوطة الشرقية أعتقد أن روسيا ستحاول أن تعيد الكثير من المناطق إلى النظام رغم اتفاق وقف الأعمال العدائية فأنا لا أرى أن هناك الكثير من الأهداف المشتركة بين أمريكا وروسيا ونعرف أن روسيا تقوم بهذه العمليات عبر قصف المدنيين وتجوعهم وأمريكا لا تتصرف أبدا بهذه الطريقة كان لافت أن اليوم سيد بنيين مسألة غيرات للنظام في منطقة درعة وهذا يعني ما تعده المعارضة خرقا لاتفاق الروسي الأمريكي في شأن مناطق خفض التصعيد هذا المؤشر كيف يمكن كراءته في السياق ما نتحدث عنه الآن أعتقد أن ذلك يعتبر جزءا من خطة أكبر استعادة أكبر عدد ممكن من مناطق السورية وفي نهاية المطاف استعادة سوريا برمتها ونحن نعرف أنه في العام الماضي كان هناك اتفاق بين روسيا وأمريكا والأردن للمحافظة على أمن هذه المنطقة جنوب سوريا ونعرف أن الأردن وإسرائيل دولتان قريبتان من هذه المنطقة وتخشيان سقوط هذا الاتفاق أما إن تقدم النظام في أماكن أخرى فقد يشعر بضرورة التوجه إلى هذه المنطقة مما قد يخلق مشاكل أعود مجددا إلى الأمم المتحدة ومن هناك أرحب عبر سكايب بالسيد حسام القطلبي الناشطة السوري مدير مركز توثيق الانتهاكات حسام أهلا بك شاركت قبل قليل في جلسة في مجلس الأمن متعلقة أيضا بالملف السوري وكانت لك أيضا شهادات نقلتها من الغوطة الشرقية هل أنت ضعنا في أجواء هذه الجلسة نعم مساء الخير كانت هناك جلسة صباحية كان هناك تقرير للأمين العام عن تطبيق القرار 24-01 ثلتها بعد ذلك كلمات الوفود ثم بدأنا بتقديم داخلاتنا عدد من المؤسسات المدنية السورية التي تعال عاملة في الغوطة قدمنا رؤانا ومشاهداتنا كمركز توثيق الانتهاكات يعمل على توثيق كل الانتهاكات وخروقات القرار 24-01 في الغوطة منذ الرابع والعشرين من شباط فبريوري الماضي وقدمنا تقريرا لمجلس الأمن حول أهم الخروقات التي ارتكبت وعدد الخروقات العسكرية ومن هو المسؤول عنها وعدد القتلى وعدد الجرحة وكل هذه الأحصائيات الضرورية التي نرى أن عظم مجلس الأمن يجب أن يضعوا بصورتها تماما وخاصة نسب الفاعلين لأن القول بأن هناك انتهاكات من كل الأطراف قد يكون بغير دقيقة يجب أن نحدد أنواع هذه الانتهاكات وعددها هذا ما هدفت له زيارتنا إلى مجلس الأمن هذا الصباح نعم تحديدا على ما كان تركيز حسان فيما يتعلق تحديدا بالحالات الإنسانية ذكرتم الأرقام ومعطيات المتوافرة طبيعة تجاوب الأطراف التي استمعت إليكم لاتخاذ إجراءات عملية نتحدث عن ما يمكن أن يفيد الناس على الأرض نعم الإجراءات العملية قد لا يمكن تحديدها اليوم وهي مرتبطة بأعضاء مجلس الأمن أصلا قبل أي شيء آخر لكن لمسنا أن هناك نبرة عالية ونبرة جديدة هناك فرق واسع أو تباين كبير في الأراء بين أعضاء مجلس الأمن نسمعنا نبرة عالية جدا من الولايات المتحدة رغبة بالتدخل بفعل شيء وأنه حان الوقت لذلك نسمعنا نبرة عالية من فرنسا ونبرة عالية من المملكة المتحدة أيضا نسمعنا ردود هزيلة من روسيا حول ذلك لكن هذه المواجهة الكلامية في مجلس الأمن حقيقة لم يشهد مجلس الأمن هكذا مواجهة كلامية منذ سبتمبر 2014 إبانا الهجوم الكيماوي سيد ذكر والصيد على الغوط في ذلك الوقت حتى في جلستنا في صيغة أريا فورمولا الآن مع مجلس الأمن نسمعنا تكرارة من الوفد الأمريكي للكلام الذي تحدثت به السيدة نيكي هالي صباحا أيضا نبرة عالية بنفس الدرجة من باقي أعضاء مجلس الأمن روسيا لم تحضر جلستنا أصلا هي انتقدت منذها انتقدت صباحا هذه الجلسة نعم حسام عفوا ناني باختصار لا سمحت مدخلاتكم ما اكتصرت على تطورات الغوطة الشرقية أم شملت تقرير أيضا المركز مركز التوثيق الانتهاكات هل عرضتم اليوم أي شيء يتعلق بالجفل الأخرى الموضوع عفرين مثلا عرضنا لكل مركز التوثيق الانتهاكات اليوم عرضنا لكل الخروقات التي حصلت في سوريا ركزها بشكل استثنائي على الغوطة لكن قدمنا أعداد الخروقات وعداد القتل في سوريا منذ المدنيين والعسكريين منذ الرابع والعشرين من شباط فبراير ركزنا بشكل أساسي على الغوطة لكننا تحدثنا في مداخلاتنا اليوم مجلس الأمن عن كل سوريا كما يفترض بالقرار 2401 المتعلق بإصال المساعدات لكل الأراضي السورية وحف الإطلاق النار على كل الأراضي السورية حسام القتلبي مدير مركز توثيق الانتهاكات شكرا جزيلا لك حدثنا من الأمم المتحدة فاصل أخي نعود بعضهم مشاهدينا لمتابعة هذه الحلقة من ساعة حرة ترجمة نانسي قنقر الجزء الأخير من ساعة حرة سيد ياسر الفرحان في اسطنبول ما كراتكم السياسية لمساعدة غيرات النظام في منطقة درعا اليوم بالتأكيد النظام يحاول أن يقضم المساحات المحررة واحدة تلو الأخرى وما أن ينتهي من الغوطة ويحضر لعمليات أخرى في باقي المناطق وروسيا نجحت مع الأسف في تجزئة اتفاقيات تخفيف التصعيد كانت شاملة لكامل المناطق المحررة ثم أتت روسيا متعاونة في هذه الناحية مع أمريكا والأردن فعقدت اتفاقا منفردا في المنطقة الجنوبية وثم عقدت روسيا اتفاقا ثانيا في الغوطة الشرقية وثالثا أيضا في الغوطة الشرقية واحدا في القاهرة واحدا في جنيف ثم عقدت اتفاقا بشأن ريف حمص الشمالي تحاول روسيا أن تجزئ هذه الاتفاقيات كي تعطل اتفاقا ما وتقوم باستهداف منطقة ما وتحافظ على تهديئة باقي المناطق وهذا خطأ كبير يعني يجب أن تتلافاه ونتتلافاه في المعارضة من خلال إبرام اتفاق واحد بحيث تكون هدنة شاملة أو حربا شاملة أيضا أريد أن أشير بأنه الفصائل والقوة الجيش الحرفي وأن في موضوع العودة للغوطة الشرقية في درعة يعني لا تسكت نعم عفوا تفضل تفضل باختصار كنت أريد أن أتحدث بأنه في المنطقة الجنوبية الجيش الحرفي المنطقة الجنوبية يحاول أن يخفف ضغط على الغوطة الشرقية وبالتالي يعني لا يرضى بأن تكون الجبهة هادئة فيما النظام يقتل أطفال الغوطة ويدمر البناء التحتية ويقتل النساء وينتهك الحرومات هناك ويقصف المشافي وكل البيوت والبناء التحتية طيب سيد فرحام في موضوع الغوطة الشرقية وموضوع الفصائل هناك أي خطاب روسي الآن يتحدث عن أن فصائل تقصف دمشق وبالتالي لا تلتزم بكرا مجلس أمن وهذه الحجة التي تطلقها روسيا لعدم تطبيق قرارات مجلس الأمن هل هناك في تقديرك الآن أي توجه مثلا باتجاه هذه الفصائل مع مشروع القرار الأمريكي الذي يتحدث عن وقف للنار في الغوطة الشرقية ومدينة دمشق معا هل في تقديرك سيكون هناك مقاربة أخرى من قبل بعض الفصائل فيما يتعلق باستخدام الصواريخ في التجاه دمشق أو ما إلى ذلك لسد الزرائع كما يقال أمام روسيا يعني لا يوجد هناك أي تناسب بين حجم السلاح المستخدم ضد الغوطة من قبل روسيا وما بين ما يمتلكه الجيش الحر في الغوطة من أسلحة تكاد تكون محدودة وبسيطة هذا من جهة ثانية يعني روسيا تستخدم القوى المفرطة وتستخدم كل الأسلحة المحرمة دوليا وتستهدف المدنيون نحن نجد بأنه الضحايا من الأطفال أكثر من المقاتلين وأكثر حتى من اليافعين وبالتالي هي سلوك متعمد ممنهج تقوم به روسيا لإخضاع هذه المنطقة ولفرض عودة النظام ليبسط سيطرته عليها هذا من جهة من جهة ثانية الجيش الحر في الغوطة له صلاة قرابة ووثيقة مع أهالي دمشق دمشق عزيزة على قلوب الجميع وعائلات الغوطة أبناء وأقرباء المقاتلين في الغوطة معظمهم يقتنون في دمشق ثم أن الجيش الحر أخلاقياته يمكن أن يستهدف المدنيين نقطة الضعف هم المدنيين لو أرادوا أن يقصفوا أو ينفذوا عمليات في مناطق مأهولة بالمدنيين لأوجعوا النظام منذ فترة طويلة لكنهم يتحاشون ذلك ويتحملون كل هذا الضرب كي لا يقع هناك ضحايا في صفوف المدنيين هذا الجيش الحر هذا سلوكه لكن نجد بأنه كل التقارير الدولية تثبت بأنه النظام وروسيا وإيران يتعمدون بشكل أساسي استهداف المدنيين وهذا ما وجدناه في جلسة مجلس الأمن اليوم حيث الشهادات التي أدل بها السيد هادي البحر النائب الأسبق للإئتلاف وعضو هيئة المفاوضات اليوم أثبت بأنه النظام يعني يستهدف البناء التحتية والمدنيون في هذه المناطق وكذلك الأمر مركز حقوق الإنسان فيما النظام ليس لديه أي أدلة على أثبات العكس ويمنع وصول اللجنة الدولية للتحقيق ويمنع وصول سيدة إلينا السبونينة ثمت من يرى أن موسكو تتخذ مسألة الصواريخ على دمشق ذريعة لعدم تطبيق قرارات قرار مجلس الأمن وأن النسبة بين ما تتعرض له القوطة الشرقية وما تتعرض له دمشق لا تقارن وبالتالي فإن المشروع الروسي هو تمكين النظام من صحق المعارضة تماما في الغوطة الشرقية أي أن تكون تكلفة البشرية ما ردك على ذلك؟ وبوجهة نظر روسيا حتى سؤال نفسه غير صحيح عفوا لأن روسيا لن تبحث عن زرائع من أجل اختراق الهدنة أو اختراق أو انتهاك قرار مجلس الأمن روسيا تقول أنها تحترم هذا القرار لأنها صوتت من أجله ولكن روسيا تفسر بشكل مختلف بنود هذا القرار مثلا روسيا تعتقد بأنه على عملية مقحفة الإرهاب أن تستمر في هذه المنطقة بالذات كما هو في مناطق أخرى بالنسبة لخرقات لهدنة فروسيا تتهم أيضا فصائل المعارضة في هذا الشيء أيضا روسيا اقترحت ممرات آمنة من أجل خروج المدنيين من غوطة الشرقية وروسيا أيضا تتهم الآن فصائل مصلحة بعدم سماح المدنيين بالتركة هذه المدينة فهناك تهم متبادلة ونحن نستطيع أن نعم فأقول أن التهم هذه متبادلة وممكن أن تستمر سنين وسنين كما ستستمر الأزمة في سوريا وهذا كثير سيء من الواضح أنه هذا ليس سيناريو مفضل على أقل روسيا لا تفضل هذا السيناريو فالسؤال ما العمل بهذه الحالة برأيي هناك فقط عدة خيارات منها استمرار الأزمة بهذا الشكل طوال السنين متعددة أو البحث عن ليست عن زرائع أما عن أسس مشتركة عن حلول وسطة لحتى الآن أعتقد أنه هذا الشيء ممكن ولكن مع كل التصعيد مع كل انفجار الوضع في سوريا هذا الشيء يصعب أكثر فأكثر دكتور دانيل بنائم في واشنطن ما الخيارات الأمريكية المتاحة الآن نتحدث عن خيارات عملية يمكن أن نشهدها في سوريا في الفترة القريبة المقبلة سؤال جيد جدا لا يبدو أن أمريكا مستعدة لاستعمال القوى العسكرية لرفع الحصار عن الغوطة خاصة وأن روسيا تتدخل إلى حد كبير ونحن لا نريد مواجهة مع القوات الروسية أمريكا قد تقوم بضربات محدودة لإرسال رسالة تقول إن الضربات الكيمائية ستكون مقلفة كذلك أمريكا تعود إلى مجلس الأمن أو المتحدة لتواصل إلى حراك ديبلوماسي ولكن السؤال لو أن الأسد وروسيا على استعداد للقيام بجرائم حقيقية لتواصل إلى الفوز العسكري وهذا ما برأي فعلوا ويفعلون فهل إن أمريكا مستعدة لخوض حرب في الغوطة الشرقية لوقف ذلك حتى الآن الجواب لا ورغم ما قالته السفيرة هيلي أعتقد أن الجواب ما زال كلا منذ بضعة أسابيع أمريكا قال إن هدف عفوا الرئيس ترامب قال إن هدف أمريكا في سوريا هو القضاء على داعش فقط ومع هذه الرسالة أو الرسائل المتضاربة ربما أن السفيرة هيلي تستبق السياسة ثم الوزير تيلرسون أعلن تصورا أو خطة أمريكية في سوريا تشمل أيضا بعد القضاء على داعش في المرتبة الثانية يعني أقصد موضوع مواجهة النفوذ الإيرانية في تقديرك ما أعلنه نقاط الخمس التي أعلنها الوزير تيلرسون قابلة للتحقق أو لتحقق نتائج قريبا أعتقد أن ذلك حصل أكثر من مرة في السابق وأنا كنت في الإدارة السابقة وحصل ذلك معنا نضع أهدافا جميلة جدا ومحددة في سوريا ونريد حلا متفاوضا للنزاع ونريد أن نجد سبيلا لإنشاء حل سياسي عبر تحسين الظروف على الأرض ولكن لدينا أهداف من جهة دائما كما نرى ولكن الموارد التي نستعد لاستعمالها لدعم هذه الأهداف لا تكفي وهنا لدينا أهداف أيضا تم محاوضاها الوزير تيلرسون ولكن السؤال هل أن أمريكا مستعدة للاستثمار في الموارد الملائمة خاصة الموارد العسكرية والمخاطرة عسكريا بالتوصل إلى انتقال سياسي في سوريا لا أعتقد ذلك تدوقع زيادة القوات الأمريكية على الأرض في السوريا بعبارة واحدة دانيال قد يكون هناك زيادة في القوات الأمريكية ولكن في أماكن بعيدة عن المناطق التي نتكلم عنها نرى الأمريكيين في الشمال في منبج يحمون المنطقة ربما من تركيا وصولا إلى الشرق والعمل مع قوات قصد لإيجاد استقرار في هذه المناطق شكرا جزيلا لك دانيال بني من واشنطن إلينا سقوننا من موسكو وياسي الفرحة من اسطنبول مع حفظ الألقاب وشكرا لكل من شاركنا أيضا من الناشطين شكرا لكم مشاهدين المتابعة إلى اللقاء شكرا لكم موسيقى 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 شكرا